حول هذا الموضوع معنا عبر الأقبار الصناعية من الرياض المحلل السياسي حمود زيادي مساء الخير أستاذ حمود منذ أن أشعلت قطر أزمتها الحالية وهي تحاول أن تدفع بالشعب القطري لأن يكون في وسط هذه الأزمة فيما يعني تؤكد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ودائما ما تؤكد مرارا وتكرارا بأن الشعب القطري لا يتحمل وزر النظام وسياساته الهدامة يعني برأيك لماذا يستميت النظام القطري لإقحام شعبه في وسط هذه الأزمة السياسية وكأنه لا يهتم بمصالح شعبه أنا أعتقد أن هذا جزء من الإفلاس السياسي القطري في سلطات الدوحة هناك يعني يراد أن يحول الشعب القطري إلى ورقة سياسية من أجل الابتزاز السياسي وهذا نتيجة فقدانها لأوراق سياسية فاعلة للتأثير في موقفها وبالتالي تحول هذا الشعب إلى ورقة سياسية حتى في أهم أمور وشعائر الدينية وبالتالي حتى يبتز الشعب القطري بمواقف الدولة القطرية أو بمواقف السلطة القطرية وهذه مفارقة عجيبة يعني في الوقت الذي تدعي سلطات الدوحة أن هناك حصارا المقاطعة التي تجري تجاه سلطات الدوحة حولت إلى أن حصارة هي أصبحت تحاصر الشعب القطري بهذه الممارسات والسياسات وتحاول أن تأزل حتى عن ممارسة شعائر الدينية وركن من أركان الإسلام وهذه أمر غير مسبوك للأسف من هذه السلطات وربما لم يسبقها إلى أحد النظام الإيراني وهنا التقاطعات على المستوى الخطاب السياسي وعلى المستوى المواقف السياسي هناك تشابه في هذه الأزمة مع مواقف الدولة نعم أستاذ حمود أريد أن أتحدث عن هذه النقطة وأخذ رأيك بهذا الأمر يعني منذ أن بدأت الأزمة القطرية وأصبح ينكشف الأمر يوما بعد يوم أن قطر تسير على نهج النظام الإيراني في زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة وحتى تبني الخطاب الذي يتبناه نظام الولي الفقيه في طهران وبدأت تتقاطع الأجندات والمخططات الخارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة يعني بماذا تفسر اتساق أهداف النظام قطر بنظام الولي الفقيه في طهران هذا يدل على أن السياسات التي تجاه دول الخليج هي متناغمة لاستهداف أمن الدول الخليجية من قبل سلطات الدوحة والنظام الإيراني باتفاق وأيضا من خلال السياسات والأهداف التي يضمرها كل من النظامين تجاه دول الخليج ولذلك وجدنا أن هناك التقاف في هذه الممارسات السياسية والخطاب السياسي والمواقف ولعل ما نتج عن ذلك بعادة السفير القطري قبل أيام هذا جزء من أخراج ما هو تحت الطاولة إلى فوق الطاولة يعني من السياسات السابقة هي جزء من هذا الممارسة السياسية والسلوك السياسي القطري أصبح مكشوفا اليوم نتيجة وضع التركيز على سلطات الدوحة وممارسات السياسية بدأت تكشف أوراقها وتنكشف وترتبك من هذه المواقف حتى وبالتالي تنكشف ما هو تريد أن تضعه تحت الطاولة بدأ ينكشف فوق الطاولة هذا جزء من هذه المنظومة التي تريد ضرب الأمن الخليجي وضرب منظومته الاجتماعية والسياسية من خلال ممارسات طويلة على مدى العقدة الماضيين دعموا جماعات متطرفة في البحرين وفي المملكة دعموا كثير من الحركات المتطرفة في العالم العربي والإسلامي بغرض تحقيق هذه الأداب لهذه النظامين أحيانا يكون متفقين فيه وأحيانا يكون كل منهما يسعى إلى أهدافه الخاصة لكن كلاهما ينتمي إلى ذات المنظومة العدائية لدول الخليج نعم أستاذ حمود أخيرا في الفترة الأخيرة وبعد أن كشفت الأوراق لدى النظام القطري بدأ يعني يتنامى الوعي لدى الشعب القطري الشقيق بمساعي الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب التي تسعى إلى تغيير سياسات النظام القطري التي تبتعد عن المحيط الخليجي والعربي والاستراتيجي وهو أيضا ما يسعى إليه الشعب القطري الشعب القطري لا يريد الابتعاد عن محيطه والعوائل المشتركة بينه وبين دول الخليج هل تعتقد أن كشف مثل هذه الأوراق وزيادة الوعي لدى الشعب القطري سيجبر النظام القطري إلى قبول مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي قد تصبح أيضا مطالب للشعب القطري في المستقبل أنا أعتقد أن الشعب القطري غير راضي على ما يجري لأنه جزء من هذه المنظومة الخليجية المستوى الاجتماعي والمستوى حتى الاستراتيجي وبالتالي لا يمكن عزله سلطة الدوحة تمارس هذه السياسات وبالتالي هي تعزل هذا المجتمع القطري عن محيطها الحقيقي في ظني أن جزء من المكابرة والهروب إلى أمام سلطات قطر هي جزء من عدم قدرتها على إيجاد حلول ذاتية والخروج من المأزاق السابق لكن أنا أعتقد على المدى الأشهر القادمة سيكون هناك ضغطا من الشعب القطري على حكومته لأنه لا يمكن أن يقبل أن يكون معزولا عن محيطها الحقيقي ويذهب إلى اتجاه الشرق هناك الذي لا يربطه شيء معه أنا أعتقد أن هناك ضغط اليوم وكثير من ممارسات سلطات الدوحة اليوم تنكشف أمام الشعب القطري وربما نجد هناك تحركا بطرق مختلفة إلى محاولة تعديل هذا المسار بطرق شتى لعل ما أشار إليه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حتى بامتعاض عن إيقاف حتى أحد الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للشعب القطري وهو عن طريق الغرفة الخاصة لتسهيل إجراءات الشعب القطري تم حجبها عن الشعب القطري هذه الممارسات لا يمكن أن يقبلها الشعب القطري لأنه لديه مصالح مع عمقه الاستراتيجي وعمقه الاجتماعي وعمقه السياسي في دول الخليج العربية هذه العزلة التي تفرضها سلطات الدوحة على شعبها أعتقد أن هناك تململ كبير وربما تتضح في الأسابيع القادمة والأسابيع القادمة هذا التململ يتبلور ويترجم إلى جزء من رفض لهذه القرارات بطرق شتى نعم من الرياضة المحلل السياسي حمود الزيادي شكرا جزيلا لك